وفي لقاء آخر الليلة من البرامير ليغ يلاقي أرسنال صاحب المركز الثاني ضيفه بورمث الذي يحتل المركز الرابع عشر ويسعى أرسنال لاستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته التقيلة أمام ساو ثامتن بأربعة هدف نظيفة والارتقاء إلى صدارة الدور مؤقتا بانتظار نتيجة لقاء المتصدر لليستر ومانشستر سيتي التي تقام غدا اشتركوا في القناة